بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد أنا غبت عنكم فترة قصيرة جداً بس أنا يعني معلش كنت تعبينة وأنا رجعت لكم بحاجات تهمكم حاجات تهم كل الاسكندرانية شعب الجميل اللي أنا بحبهم طبعاً أنا في بداية اللقاء هرحب بك دكتور خالد معي دكتور خالد أبو الطيب دكتور خالد أبو الطيب صاحب صيدليات الطيب مدرها أهلا بك دكتور خالد دكتور خالد أنا النهاردة عندي أسئلة كتير جداً وعندي موضع كتير جداً هتكلم فيها بس خليني يعني أروح للمشاهدين بالاستغلاثات بتاعتهم وبعدين أرجع أتناقش معاك في الاستغلاثات كلها بعد إذنك يا دكتور طبعاً النهاردة كانت معي أضيفة مدام عفاف زوجة قتيل وضحية توك توك 45 من حوالي بالضبط أسبوع تم مقتل رجل في عمر 49 عام على يد حدث شاب هو عمره حوالي 15-16 سنة تحت سن العشرين الولد ده كان سيء توك توك في 45 فطبعاً الشخص اللي قتل كان نازل إنه هو بيقال زوجته بتقول إنه هو نازل علشان تقريباً كان يحمل طلب جيله فالولد قال إن الطلب ده بتاعي المهم حصلت مشاجرة ما بينهم هما الاتنين الولد جيري جاب مفك وطعن الشخص في عينه طبعاً يعني خرجت عينه برا عينه طبعاً اليسرى قام الرجل طبعاً من التفاعل والدم وشكل الدم علشان يدفع عن نفسه الولد جيري عليه وطعنه طعنة أخرى فرقابته في الوريد طبعاً قدت لوفاته وقدت لوفاته فوراً طبعاً أنا ده بسبب سلبيات التكتك المشكلة إن الحادثة دي حصلت في 45 45 ده شارع رئيسي في اسكندرية معروف جداً بيؤدي إلى البحر بيؤدي شرع مصطفى كامل أنا حتناقش معاك يا دكتور خالد طبعاً بس بعد ما أقول استلبيات والحاجات اللي إحنا محتاجين بيؤدي إلى كورنيش اسكندرية البحر بيؤدي إلى شرع مصطفى كامل شرع حاوي يمين وشمال شرع 30 قاهرة شمال شرع 30 أبو كمال الشرع ده ما فيهوش يا دكتور خالد إشارة مرور برضو هتناقش مع حضرتك في حدة إشارة مرور وشورتي مرور ضروري جداً لأن الشرع عشوائي بطريقة شبعية هنرجع نتناقش في موضوع التكتك وسلبياته مع حضرتك بعد بس ما أقولي الاستغاثات بتاعة المواطنين دي كانت بداية يعني في استغاثة جاتلي من دار أيتام في اسكندرية في الشرع صلاح الدين دار الأيتام دي توجهت لي بشكوى وطلبت مني أن أنا أخاطب جهة الهلال الأحمر تمام جمعية الهلال الأحمر من فضلكو هي عنوانها أنا مش هذكر اسم دار الأيتام بس أنا هتكلم على عنوانها هي في شارع صلاح الدين تلاتة شارع الشيخ علي يوسف بجوار شركة الكهرباء أنا بطلب من جمعية الهلال الأحمر إنها يعني يتواجد بديل بديل لدار الأيتام دي لأنها الدار دي بقالها سنين حوالي 30 سنة أو 40 سنة الأرض دي كانت جمعية الهلال الأحمر متبرعة بيها فطبعا الأطفال أو اليتامة دول ما لهمش مكان تاني أنا اللي بطالب بي إن جمعية الهلال الأحمر توفر مكان تاني للأطفال دي وبعدين تسترد الأرض إحنا ما عندناش مشكلة إنها تسترد الأرض دي كانت استغاثة من إحدى دار الأيتام في اسكندرية معينا كمان استغاثة من منطقة دربالة في اسكندرية بيقولوا لي إن هما ما عندهمش خدمات وكانت من أكتر الحاجات اللي بتكلموا فيها يا دكتور خالد هي إن هما ما عندهمش هنرجع برضو للمواضيع دي نتطرق إلي إن هما ما عندهمش مكتب بريد محتاجين مكتب بريد فأنا بطلب من كل نواب اسكندرية أو أغلب الأربع نواب اللي موجودين في دارية المنتزى عفوا أنا لا أذكر أسماء أنا بقول النواب اللي موجودين في دارية المنتزى بالأخص دارية المنتزى من فضلكم من فضلكم منطقة دربالة محتاجة مكتب مكتب ضروري جدا خدمات بريدية ضروري جدا من فضلكم تمام؟ في حاجة تانية ودي مهمة جدا أنا يمكن الفترة اللي فاتت كنت متحملة جدا على حي المنتزى وكنت متحملة جدا على رئيسة حي المنتزى السيدة جهان مسعود مهندسة جهان مسعود أنا دلوقتي بكل فخر بحييكي جدا بحييكي لأنك الأيام الفترة اللي فاتت دي قمت بمجهودات رائعة جدا جدا خلال أعلى مدار الأسبوعين اللي فاتوا كان فيه حملات قوية جدا حملات يومية شكر خاص ليكي طبعا مهندسة جهان مسعود وبشكر برضو مدير الإشغالات وبالأخص أنا بخصه طبعا أستاذ إسلام عبد الحميد ده مدير الإشغالات أستاذ إسلام عبد الحميد من الناس اللي أنا شايفها مكتهدة جدا بتعمل يا دكتور خالد حملات يومية إزالات يومية أنا شفت بصراحة أنا شفت يعني يوميا الإشغالات أي مبدورها بحملات مكثفة فضيعة يعني أغلب أماكن إسكندرية اللي كانت فيها بقى جايلين لا فيه اندباط بالضبط فيه اندباط فأنا طبعا بشكر سيدة جهان مسعود وبشكر أستاذ إسلام عبد الحميد مدير إشغالات في حي المندس بشكره جدا من كل ألف بص يا دكتور بقى أنا طبعا عارفة أن حضرتك دكتور خالد أبو الطيب من سكان منطقة الخنصومية أي منتزم منتزم دائرة المنتزم أنا عايز أقول إيه هي الخنصومية بس أنا مش هقول إيه هي الخنصومية دلوقتي غير لما نقش موضوع التوكتوك الأول نقش موضوع التوكتوك لأنه الموضوع ده أنا بجد تعبني جدا وأرهقت لما يحصل في أسبوع سبع حوالي سبع حوالي أرهقت نفسية برغم يا دكتور خالد معلش عفوا برغم أن دول العالم بره يعني أنا بشوف في الأفلام والمسلسلات الهندي بيتباهوا بالتوكتوك بيركبوا التوكتوك كأنه وسيلة انتقال عالمية بالنسبة له طب ليه إحنا هنا في مصر استغلنا التوكتوك بطريقة خطأ ممكن اتفضل يا فاند بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هو التوكتوك في حد ذاته ده فعلا مستخدم في دول الشارع أسيا كتير جدا جدا تمامي فاند مشورة الهندي بالذات تمامي دكتور ولكن إحنا عندي لهم مشكلة التوكتوك ده عامل مشكلة من بدأ من ساعة مبتدأ استراضه وأنا أعتقد الحل بسيط جدا 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 تمام فيه ناس بتقول مشكلة التوكتوك طبعا زي ما احنا شوفنا في أسبوع في اسكدرية سبع حوادث سبع حوادث كم من ضمنهم دكتور تقريبا؟ لا ده منهم الرجل اللي هو التوافة ده والبنوتة والدرف في رئابته ده آه ده وفيه عروسة آه عروسة أنا البنوتة العروسة وفيه دكتورة دكتور كان اسمه سمير مدام بتاعته تستغيص يعني تراجع من الشغله من الساعة كده وتكتب خبطه يعني دكتور أنا بس عايز أقولك على حاجة 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 مهمة جدا الحوادث دي هل هي موجودة لعدم توفر شرطي مرور أو انتظام مرور ولا أنا ما بترسي حولك بتفضل بترسي حول حضرتك بتفضل غير كده كمان لما مشروع المحمودية ده تعمل جديد آه طبعا مشروع عظيم جدا بسيط رئيس عامله آه كانت الناس فرحانة أو بالمنظر المحمودية وكده آه طبعا محور المحمودية الرائع حدث في اسكندري حدث في اسكندري حدث في اسكندري يعني كتير جدا تمام تدرجة ان كان فيه واحد يفسح ولادوا على الكورنيش المحمودية أيوة عمل حادثة ماتوا كلهم يعني يا نهر أبيض آه يعني وماشي معاكس والله ماشي معاكس ودخل في المكروباص آه فتا قده هو بفسحهم وموتهم كلهم ده كان ركب توكتوك برده ركب توكتوك وعكسي يا الله يعني هو بفسحهم على الكورنيش بقى بتاع المحمودية آه وراكب توكتوك ودخل في المكروباص والأسرة كلها توفت يعني حول تسوكتوك لا حسرا لا أنا حاخد منك بس حاخد منك بس نبزة كده فضل تمام والنبزة دي يعني حنرجع نتناقش فيها تاني بص يا دكتور خالد آه أنا بقول من وجهة نظري من وجهة نظري وحنرجع نكمل تاني برضو الحوار معاك من وجهة نظري أنا شايفة إنه إنه سلبيات التوكتوك مش إن هي إشارة مرور أو إن هي آه آه أو إنها شرطي مرور مهم جداً توفر شرطي مرور في أماكن معينة ومحددة مهم جداً إن أنا يبقى عندي شرطي مرور آه في الأماكن اللي مطلوب يتواجد فيها شرطي مرور تمام بس برضو حرجع وأقول إن التوكتوك المفروض إن أنا ما جيبش ولد عنده عشر سنين وركبه توكتوك يا دكتور خالد لا أقول تحاوله لست حدث يعني لو ارتكب جريمة آخره إيه حيدخل ياخد سنتين ثلاثة في الأحداث حل الموضوع بسيط جداً جداً آه تفضل أنا عامل التوكتوك معاملة التاكست آه يعني مش عايزين رخصة مهنية مش عايزين نغير التوكتو خالق رخصة مهنية حاجة أساسي في حياتنا مش أساسي في حياتنا بقت خلاص ظاهرة في حياتنا بس أنا عايز أقول حاجة ما هو التوكتوك ده لازم يكون ليه مصاري يا دكتور خالد برضو بصي بصي حدودك بقت هي بظاهرة في حياتنا تمام وبقت مصدر رزق لبعض الناس تمام وبعض الناس اللي ما عنداش وظايف هي بقى مصدر رزق ليه آه فخلاص طبعاً طبعاً شو نعمله تقنين بقى طب التقنين الصحيح إزاي آه إن أنا عامله معاملة التاكست أونكرو بص نمر واحد ياخد ترخيص العزورة ديات يعني بتدخل داخل الدولة ترخيص للتوكتوك نمر يعني يتعمله فحص وبعد كل الإجراءات دكتور خالد معنا اتصال ألو 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 نقول ألو ألو مساء النور يا فندم تفضل يا فندم مين معنا أهلاً وسهلاً أستاذ علاء أهلاً ناس إنا الجميلة البلد الجميلة والناس الطيبين تفضل يا فندم أزاكي أستاذ علاء تفضل والله إحنا بنعاني من موضوع التوكتوك هنا في المحافظة برضو التوكتوك التوكتوك عنده مشاكل عمل لكم مشاكل في المحافظة عندكم وطي تلفزيوني يا أستاذ علاء تفضل يا أستاذ علاء تمام إيه المشكلة عندكم يا أستاذ علاء أقول لحضرتك التوكتو أيوة إيه المشكلة عمل لكم إيه المشكلة عندك إيهنا ولا في القاهرة ولا في اسكندريا تمام سلبياته في المحافظات كلها كلها طب أكيد أكيد فإحنا عايزين نوضع حظ للموضوع طب من وجهة نظرك يا أستاذ علاء إيه الحل اللي ممكن نعمله كمواطن مصري يعني والله أنا من جهة نظر إن إحنا نمنع السلبيات اللي موجودة في التوكتوك عمتا بزيط مثلا المهور بزيط بالتوكتوك ده يترخص بزيط يترخص اتفاضل وفودة بجميع المحافظات وشو مرخص بدون ورع تمام يعني الواحد يتفعى الفلوس يتحب لتوكتوك ويجي يجيب له عايز عنده عشر سنين ولا خمستعشر سنة يعمل مصائب يعمل مصائب يا أستاذ علاء لازم الشخص بسوق توكتوك يبب معه رخصة مهنية طبعا يا رخص وفقه الواحد وعشر سنة شكرا أستاذ علاء من إنا بص السيادتك كنت لسه أكمل لازم اللي بسوق التوك توك ده يكون معه رخصة مهنية ومعه أبراكي مع المهنية ده المهنية دي في كشف مقدرات فيها كشف على البطن اختبارات كاملة كلها اختبار سواءة اختبار سواءة طبعا وبنحاول بعد كده يطلق باقي فيما وتطبق عليه الغرامات ده فيه من نقطة بقى مهمة في موضوع الترخيص ده ده الترخيص ده مش مهم مش مهمة بس عشان خاطر التوك توك توك بمرخص ده مهمة كمان عشان التوك توك ما تسرقش ده التوك توك دلوقتي سهل جدا بيركب ولد صايع سوري في لفظ يعني التوك توك وياخده في أي مكان يسرقه لكن لو مرخص يا دكتور خالد مش حاجة سالة حيتبلغ عن سرقته طبعا طبعا لو بلغت عن سرقته حيقول لي أنه توك توك فين وراءه فين وراءه فين نقصت مهبو مبهم بنا نمر واحد عشان أحمي التوك توك نفسه واحمي الناس واحمي الأرواح مهو الولد اللي ساقي التوك توك ده مش بيت قتل أرخص التوك توك وأدي رخصة مهنية اللي حسوه التوك توك فيه 21 سنة ودخلت داخل الدولة تاخد ضرائب على التوك توك ألو معنا اتصال ألو ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أيوة فندم مين معنا؟ أم لايش الحمد لله والله تمام تفضل مين معنا؟ أنا أتلم على سياستك وأتلم على طيب حضرتك تسلم يا رب أشكرك ربنا يخليك يا رب مين يا فندم معنا؟ أنا أحمد انخراشي المحالد أهلا وسلام أهلا وسلام أهلا وسلام سيد أحمد الله يخليك يا فندم أنا باتتلم بصي مع سياستك في موضوع أنا كنا برضو أرزينا خمسية به للدكتور الخالد تفضل وتتكلمنا فيه أفضل من مرة مع النوات وتتكلمنا فيه أفضل من مرة مع المكتومين في الحي يقدمنا أفضل من مرة ساكوة للمحافظة ولكن إيه الشكوة يا فندم مشكلة مشكلة ريف المنتزة كله والله المشكلة السائدة اللي أنا طول الوقت بتكلم فيها بس أنا عايزة أقول برضو حاجة أستاذ أحمد النسيات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بتطوير العشوائيات فطبعا له مننا كل التحية والشكر لأنه هو قال أن أنا مش عايزة أسمع كلمة عشوائيات موجودة في مصر خالص نهائي فهو طبعا قام بتطوير العشوائيات فضل لدكتور خالد وجه الرسالة أستاذ أحمد عايزة أستاذ أحمد بالنسبة للصرف الصحي أيفاً كان فيه كرة أستاذ أحمد معينا على الخط شكراً يا أستاذ أحمد لاتصال كان فيه كرة داخل لها صرف الصحي من سنة 2000 تمام ولكن هذه الكرة حصل فات ساعة بعد كده ما فيها شوارع جديدة صرف الصحي أعتقد فضل شغال لحد 2006 أنا لسه ما تطرقتش لنقطة طب فيه نقطة كمان الخمسمية ده فيه نقطة كمان بالنسبة للصرف الصحي عشان إحنا لسه كنا بنتكلم بس في التوكتوك نطلع من موضوع التوكتوك يا دكتور شكراً ردنا أستاذ أحمد ونرجع لموضوع العشوائيات لأن إحنا حنتكلم على الخمسمية وهي برضو من ضمن العشوائيات اللي موجودة مشكلة الصرف الصحي هي مشكلة قائمة مش في بس الأماكن اللي قال عليها دكتور أستاذ أحمد لأ ده إحنا عنا نتطرق لأماكن كتير جد في مطاية نصر صالح أو في مطاية محسز زغيرة أو في مطاية بس ضبط كلها بتعاني من إيه من الصرف الصحي إحنا دلوقتي تتكلمنا في موضوع التوكتوك المفروض إن إحنا قلنا نقاط أول نقطة إيه يا دكتور خالد كنا بنتكلم فيها هو أول نقطة في التوكتوك والنقطة لو ليسها البيات هو خلاص بقى أصبح ظاهرة لأ دلوقتي إحنا عايزين الأجابيات عشان نخلي له أجابيات نعمل إيه الحلول بقى نمرة واحد ترخيص التوكتو واحد ترخيص التوكتو نمرة اتنين اللي بساقي التوكتوك يكون فوق الواحد وعشرين سنة مع رخصة مهنية مهنية فحصة كل 3 سنين زي التاكسي زي التاكسي بالزابط أو زي الميكروبات بالنسبة لحضرت كتكتوك رسالة موجهة الوحدة المرور الوحدة المرور الوحدة المرور أنا بتكلم على كل مناطق إسكندري لا شارك 45 بالذات عند شارك 30 لازم يكون فيه وحدة مرور إشارة مرور وشورتي مرور لحد من الحوادس أتكادك بيخشوا فعلا في بعض فيه هرجالة وبرتجوا 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 فيه جزئية على الحية دكتور خالب برضو يعني هو هناك فيه أماكن برضو موجودة فيها بقى عجائلين وفيها وفيها الحية برضو عليه جزئية بسيطة أنا بخاطب برضو حية المنتزة ننزل نشوف لو فيه عشوائيات هناك فيه سلبيات فيه بقى عجائلين على فكرة نحاول نحدد من دا التوكتوك اللي غير مرخص ولا عام يكون المشاكل بالظبط لو رخصناه حتى هتلاقي المرور منظمة وما نخليش بقى ايه الأطفال اللي تحت السن تمام واحنا رخصة مهنية دي ظهرة التوكتوك ان شاء الله ايه دي حلال وحيد على فكرة اللهم بلغنا حلال وحيد دراءات المرور تدخلها مع العربيات عشان حد من من القتل عشان حد من استرقة انت حدوك شايف حل تاني غير كده بيسرقوا لا طبعا بيسرقوا وهم مشيين يشدوا الثلاثل من الناس موضوع الرقم ده اللي بياخدوه اي كلام ده لو اترخص يا دكتور خالد عيحل المشكلة ترخيص كامل وما يركبوش غير حد معه رخصة مهنية بورق كامل حضرتك بورق كامل ترخيص كامل كده نمر لا 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 بورق كامل من فضلكم احنا بنوجه رسالة سيد المحافظ استاذ اللواء محمد الشريف الا لما يكون معه رخصة مهنية انا بوجه رسالة استاذ اللواء محمد الشريف محافظة اسكندرية بوجه رسالة رئيس وحدة مرور اسكندرية طبعا احنا محتاجين ان التوكتوك يترخص محتاجين رخصة مهنية للسائق التوكتوك ما يكونش سنه تحت سن العشرين التوكتوك لو ترخص حيحد من قضايا قتل كتير حيحد من حاجات كتير شغل البلطاجة الحاجات العشوائية اللي احنا شايف وصير عكس الاتجاه حاجات كتير جدا وارجو سيادة المحافظ المحجوب ان الناس كلها مسامياء المحبوب ياريت ياريت ياتر محافظ محمد الشريف اللواء محمد الشريف محتاجين شرط مرور محتاجين شرطي مرور في 45 من الاتجاهين دي كانت مشكلة التوكتوك وطبعا بوجه رسالة الاستاذ رجب جودة رئيس رابطة المعاقين وستيدة نذين القباش وزيرة التضامن من فضلك تبني حالة عفاف زوجة سائق التوكتوك الضحي شكورك طبعا على الكلام اللي قلناه لا طبعا نيجي بقى دكتور خالد في الموضوع المهم جدا واللي أنا عايزة أتطرق ليه معاك دكتور خالد الخمسمية ايه ايه الخمسمية بصي منطقة الخمسمية دي من أقدم المناطق تبع 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 حي منتزق أول الحي منتزق أول هي في الفترة طبعا طول عمرها الحمد لله يعني بفضل الناس اللي فيها بقى لها تديه الخمسمية دكتور لا دا هي بقى لها مئة سنة أكتر من مئة سنة أكتر من مئة سنة طب أنا عايزة أطلب منك طلب يعني توضح لي بقى مكان بقى له مئة سنة ليه سميت بعشوائية لا هي العشوائية دي تقصت يعني للأسف يعني مئة سنة وما فيش صرف صحيح محمد طهر الشريف أنا بشكلم على سيادة الواء لا سيادة الواء لسه أنا بتكلم على مئة سنة أما هو أنا برضو ما هو اللي يكون في عونه دي جميلة خمسة سبعين في المسكدري عشويات ما هو هذا لا أنا بتكلم يعني أنت بتقول لي على مكان بقله مئة سنة مئة سنة ما دخلوه صرف صحي هو ما كانش عشويات هو كان زي كل الكرة بتاعت سكدريا فيه خمسة سبع بيوت تمام المئة سنة دول تمام لكن طبعا مع التصوات العمرانية ويعني على مدار مئة سنة يا دكتور خالد ما فيش حد يتوجه إنه هو يعمل يحاول يدخل صرف صحي لا هو حضرتك لا فيه فيه صرف صحي ما بقول له حضرتك صرف صحي أهالي لا 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 صرف صحي فأقول له حضرتك سنة 98 وتسعة وتسعين والفين والفين والوحد والفين والدون والفين والثلاثة كان فيه صرف صحي على أدل الناس اللي بني تلذي اللي كانوا موجودين في الوقت ده مثلا أقولي آا ألف بيت آأ دي الوقت فيها عشرين ألف بيت تمام ففي شوارع عشرين ألف بيت آأ على مدار المت سنة آآ لا نقول لك اللي كان موجود أثناء صرف الصحي اللي كان آخره 2006 ألو ألو أيوة عليكم السلام يا فندم تفضل مين معاه معك سيد من المينيا أهلا يا سيد سيد أهل المينيا والناس الطيبين طبعا الناس الطيبة حبيبنا أهل استعيد أرف أرف أنا خليجي تفضل يا فندم تفضل ممكن أسل على موضوع التفضل بش تفضل تفضل عايز عايز تفضل موضوع التفضل أيوة فندم اتصالت قطع طيب احنا قلنا أحلول وخلاص طيب بص يا دكتور خالد دلواتي أنا حضرتك قلتلي أنت موضوع الخمسمية هو هي العزبة القديمة المنطقة القديمة كان فصل في صحة معمولة على أعلى مستوى زادت على اليمين وعلى الشمال بمباني جديدة اللي هي العشويات بقى سرطان أصدق ما تحملتش لا القوة غير ميامل ده دي تفيتها وصعات كده أفقية يعني أرض كان بتزرع معنا التصال أخر أرض كان بتزرع وبيت مباني كان فيه أرض على يمين وعلى الشمال ألو دكتور خالد تصالات واضح أن الناس بتحبين قوي أعيز أوصل معلومة دي بس ألو ألو أيوة مساء الخير يا أستاذ أبيرة الصوت ده مش غريب علي يا مساء النور الأعلامي أسعد حسب معك أزاك يا أستاذ أسعد الأعلامي الجميل الحبيب ألبي إزاي حضرتك يا فندس الحمد لله مساء الخير عليك مساء النور وعلى ضيفك الدكتور خالد أشكرك والحقيقة يعني أنا عايز أتكلم أن حضرتك طبعا بتنقشي موضوع في غاية الأهمية تفضل أفاني وهي ضحايا الدكتور وسلبياته في الأسكندرية ويمكن شوفنا الواقعة بتاعة شارع 30 أبو كمال وشوفنا يعني مدى المأساة دكتور والبينش والجريمة البشعة اللي هي سماعة اللي هي سماعة في منية الأسكندرية والحقيقة برضو إحنا بناشد من خلال برنامجك المحترم مصر مساء السادة المسؤولين السادة وزير العدل السادة وزيرة الداخلية السادة المدير الأمن الأسكندرية أعضاء اللجنة التشريعية أعضاء مجلس النواب بضرورة وضع قانون للحد من جرائم التوك توك وكيفية تسجيلها والإجراءات المرورية بتاعتها برضو أنا كنت سامع برضو حضرتك أنت والدكتور خارج بتتكلمي عن مشروع الصرق الصحي والمشروعات التي تنقص العشوائيات في منية الأسكندرية إحنا الحقيقة بنتقدم بغاية من الشكر والتقدير إلى فخامة السادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كلنا طبعاً إن هو عمل لنا مشروع يسمى بمشروع القلب و 500 قارية ومشروع حياة كريمة والحمد لله إحنا شفنا في محافظة الأسكندرية غير كتير قوي أستاذ أسعد مشروع حياة كريمة غير كتير جداً الحمد لله يعني كان قرار طائب من سيادة الرئيس تفضل تفضل شفنا إحنا في محافظة الأسكندرية السيد المحافظ اللواء محمد الشريب محافظة الأسكندرية وشفنا أديه هو يعني السيد المحافظ بينزل على رجليه في العشوائيات وفي الأماكن اللي هي زي ريف المنتزة وزي ريف العمرية والأماكن اللي شفنا بصراحة التغير وطفرة كبيرة إن شاء الله حيحصل في محافظة الأسكندرية في الفترة القادمة إن شاء الله وأشكركم أشكرك أشكرك يا أستاذ أميرة وأشكرك دكتور خالف أشكرك 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 أستاذ أسعد بمناسبة كلام الأستاذ أسعد سيادة المحافظ لما بيلاقي استغاثة يعني بيتحرك بتوجه فوراً طبعاً لا استغاثة من كارية اسمها قشوع تقريباً وكارية الشامي وقت ما كنت أنا بعمل البست المباشر فيها نزل على طهون البرد كارية اسمها قشوع كارية قشوع دي عرب يعني بس منتجين منتجين زي كرة البانجر والحيطة دي كده بصراحة الرجل فوراً توجع هو بصراحة بصراحة أمانة الله بيشتغل أمانة الله لما بتيجي استغاثة من أي مكان بقول لحضراتك يا دكتور خالد ديوم عزبة الشامي لما كانت غير أنا وكنت عاملة بس مباشر حضراتك ومدرسة الجهان بزبط بزبط والحجم حمد عبد الرقوف احنا كنا عاملين بس مباشر البس مباشر مجرد ما تعمل كان سيادة المحافظ موجود وكان مهتم بقريد الشامي طبعاً حجم حمد والأستاذ بريد طبعاً طبعاً يعني كل القيادات كانت موجودة أكيد أكيد فيه دلوقتي فيه تحرق غير الأول ما كان الأول فيه سلبية تمام نرجع بقى برضو نقول الموضوع السرف الصحي أنا بس أعايز أعايز أوضحولك بقى هو كل الكرة معادة كرة معينة يعني كان فيها سرف الصحي تمام بس السرف الصحي دلوقتي المباني توسعت يعني مثلاً إحنا عندنا في الخمسمية عندنا حوالي 15 شارع على الشبال وفي الشب 5 شارع تاني صغيرين كده تكملة وجوها كم شارع إنما الأجلبية فيها سرف الصحي ممتاز تمام بترمي على محطة اسمها محطة الباكاتوشي تمام إنما الشارع الباقية دي هي المعطلة الأسفلت دي بترمي على محطة السرف اسمها بيارة أسبت ناصر تمام دي دي إن شاء الله يعني الحمد لله بفضل السيدة الجامعة طب فيه خطة تطوير؟ فيه خطة فيه خطة أنا أتكلمنا فعلا نزلت لكم خطة تطوير؟ آآآ تكلمنا فعلا مع المهندسين كان فيه خطة سوزر حاب مهندسة دكتورة إناس أحمد ومع دكتورة جامة سعود وطبع كان سيد المحافظة طبعا دكتورة إيمان شارف تمام وتكلمنا معهم وهم حطونا طبعا زي ما سوزر أسعد قال تبع خطة حياة كريمة حياة كريمة اللي هي الـ 500 بالذات وضع وحيها تمام خطة وضع وحيها تمام وفعلا شغالين حاليا في تلفوط الأرض تمام تمام نتكلمنا على المهندسة ناسي بارح قالتلي فعلا نحن بنحاول بقى نزبط الشغل الاعتمادات أن نحن نزبط المنطقة القسومة كلها ولكن هو بس كان الأستاذ أحمد الخراشي الأول بتكلم على الأماكن اللي مفهاش طرف صحي أصلا يعني فيه عزب كده مفهاش طرف صحي سات النواب وخاصة الأعزب اللي هي تبع كانت تبع ممتازة تانية وحكذا كده حي ممتازة تانية كانوا سات النواب نسينا خالص ده مثلا فيه عزب بس ما عزب نصر صالح مثلا عندك شرح حيوي زي شرح محسن الصغيرة شرح عبدالوهاب كان مقفول خالص بجد حتى سات المحافظ باعت عربي يقدر كده أنا شوفت ده وعلى فكرة برضو إحنا عندنا على شرح مصطفى كامل العمومي مثلا شرح بيقدم السكترة كلها هو الموازي الكورنيش من معنى التصول مش بقولك يا دكتور خالد شرف ألو بنقول ألو 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 عليكم السلام ورحمة الله معاك ربيه غنيم من أجل خمسمية من مصر أهلا وسأل معاك بقى معاك دكتور خالد تلوى من أهل الخمسمية بقى هو أهل بقى أهلا دكتور أهلا دكتور خالد فضل وتعايز نعرف تطوير الداخل اللي أنت خمسمية عندنا طيب ماشا يا دكتور خالد حاضر 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 دكتور خالد حيقولك كل حاجة عن الخمسمية أولا أستاذ أميرة بالنسبة للأستاذ ربيع شكرا يا أستاذ ربيع شكرا أشكرك إحنا الأول روحنا للدكتورة إيمان شرف وكاننا مقابلة مع السادة المحافظ السادة المحافظ بقى حولنا للسد النشيطة جدا المهندسة جهاما سعود وكان فيه مبادرات نظافة ومبادرات لحد ما ربنا كلاما كان نازلت بقى مشروع حياة كريمة بتاع الرئيس فاتصلت بيها دكتورة سوزر حاب والمهندسة دكتورة إيمان إناس أحمد في تواصل ما بينك وبينهم يا دكتور على طول باستمرار يوميا يوميا إن احنا الحمد لله طلبت مني أوراق نمليها بتاع التطوير يعني الحمد لله الأيام اللي جاية دي حبق فيه صرف صحيح بالخمسمية آه آه يعني بشرة خير كلها شهر شهرين أنا كنت قبل ما يجينا اتصال كنت بتكلم بقولك سوري أنا أسفى يا دكتور آه على طريق مصطفى كامل العمومي آه على بعد حوالي خطوات موما نعم يا دكتورة سوري احنا دخلينا التطوير شامل تمام احنا وصلنا هولفك ما خليك تتكلم فيها بس أنا بقول على بعد حوالي أمطار بسيطة جدا من شرع مصطفى كامل للشرع الحيوي في قرية اسمها إيريس آه مهم جدا مهم جدا إن احنا نخط علينا على قرية إيريس على بعد خطوتين من مصطفى كامل دي ما فيهاش صرف صحي نهائي فيها صرف صحي أهالي عاملين بيارة قرية دي ما دي عمرها يعني أكتر من عمر الخمسمائي إيريس آه يعني تعدد السكان فيها حوالي 1200 أسرة ميا الشامي موجودة بس أحنا بيتكلم على أبو والمنشاة البحرية ما هي المنشاة البحرية معروف؟ آه معنا اتصال أستي سيد ألو 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 أستي سيد إزاي حضرتك؟ تفضل منين يا أستي سيد؟ منين؟ من المينيا؟ ناس المينيا أحسن ناس معينا النهاردة المينيا كتير قوي أهلا بيكم أغفتين يا خليج يا فند تفاضل يا فند نوارين الدينية كلها ده نورك أشكرك يا فند سلامي للدكتور خالد أهلا وسهلا تفاضل سؤالك للدكتور خالد؟ لا سلامي آه ممكن بس أستفر إيه الحياة الكريمة بالنسبة لتصورات في قرية برطبات والزارة؟ قرية إيه يا فند قرية برطبات والزارة تاريخ على مركز مغامة آه هو أنا سمعت آه سمعت السيد الرئيس ده لسا ببارع كنت شايف الموضوع ده عشوائيات برضو آه بيهتم جدا أول توجيه توجيه لكرة الصعيد لكرة الصعيد ده أول توجيه لبرنامج حياة كريمة حياة كريمة وخاصة في الكرة اللي هي بتزرع يعني حضرتك معنا على التصال على التليفون آه موجود تمام شفت برضو ببرح في المينيا بالذات آي كان السيد الرئيس بيعمل حاجة اسمها يمكن أعلي صوتك شوية أستاذ أمكن أستاذ سمعنا آه كان بيعمل تبطيل الطرع والله آه بحيس المية ما تحصلاش إهدار تمام كان عامل بيعيد تبطيل الطرع تاني يمكن حضاك سمع شفت الموضوع ده يعني حتى كرة الصعيد فيها اهتمام برضو بالعشوائية آه بيعمل لا هو دخل على فعلا السيد الرئيس طيب ده ده مبادرة على فكرة المبادرة بدأت أصلا في الصعيد بجد آه المبادرة بدأت فعلا في الصعيد وبعد كده في منطقة تنبورج عارس سبعة ستين كاريا آه أنا عارفة طبعا وبعد كده ريف المنتزل طيب حضرتك أهو بشرة خير ها ألف وخمسونية كاريا تمام يعني أنا 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 سمعت النسيات الرئيس لما قال أنا مش هخلي في صعيد مصر عشوائيات مش هخلي في مصر في حاجة اسمعي كلمة عشوائيات دي صحيح مبادرة حياة كريمة مبادرة حياة كريمة مبادرة حياة كريمة أصلا عشان الصعيد بالزبط عشان الصعيد وصلت رسالة ربنا يخلينا ستين رئيس طبعا إن شاء الله بإذن الله ربنا يخلهنا يا رب وإحنا بنشكره جدا جدا على المبادرة دي بجد مبادرة حياة كريمة كانت عايزة تبقى من زمان شفت بنفس في المينيا الشغالين دلوقتي حاليا في تبطين الطرع والمصاري الطرع أه في المينيا والله دي حاجة كويسة جدا أنا بشكر ستين رئيس عليها بجد المبادرة دي مبادرة رائعة جدا فالميا الميا كمان مهمة دلوقتي احنا برضو مش عارفين طبعا الموضوع آه فيما بعد طبعا فاللوقتي بيحاولنا إحنا نحافظ على الميا جدا الميا على مخزون الميا برضو بيحاول مبدئيا كده يعني ما يعملش أي اهدار للميا بالزبط ونقول للناس خلي بالكوا شوية ترشيد الميا ملاش ترشيد الميا أرجوكوا لو سمحتوا يعني حافظوا عايزة ترشيد في كل حاجة في الكهرباء والميا يعني أنا مش بقول لكم كده بجد والله دي بلدنا إحنا لو مخفناش عليها دي حياتنا اللي إحنا عايشينها يعني آآ لازم إحنا نكون قلبنا على مصر عشان مصر تبقى قلبها علينا فإحنا لازم نبقى إيد وحدة لازم نشوف ترشيد الميا ترشيد الكهرباء محتاجين جدا جدا نحنا نخلي بالنا من كل حاجة حواليا حتى الهواء نخلي بالنا من ما شفت بمرة فيديو في اسرائيل آآ واحد معنا التصال يا دكتور خالي بيلم الميا من المجالي مضطرح يعمل إيه آآ آآ أي يا فندم تفضل معنا مين يا فندم آآ آآ دكتور خالي أيوا أيوا فندم مين معنا مراحقا استاذ حسام من الامن 500 أنا استاذ حسام تفضل تفضل معاك دكتور خالي زي حضرتك يا فندم أهلا بيك استاذ حسام استاذ حسام الدين من الناس اللي كانت استاذ حسام ممكن تواصي تليفزيون شوية عشان الصوت بس اذا الصوت عشان يسمعك دكتور خالق هيا سامعاك دكتور خالق فضل فاندي حضرتك دلوقتي التطوير الخمسمية احنا نعرف ان التطوير الخمسمية قادم ومشهور جهود حضرتك الله يخليه وبالنسبة حضرتك دلوقتي للتطوير الموجود يريد ينضف فيه العزب العقاري والخمسمية من الصرف والاضاءة لأن الاضاءة اساسا معدومة اساسا في الشارع الجانبية والشارع العومي وكمان حضرتك بالنسبة للاختابة عن الاسفلت والتطوير والكلام اللي حضرتك عارفه احنا دلوقتي عايزين نعرف التواصل حضرتك مع الحي ايه اللي حيتم بالظبط لأن طبعا الناس كلها عندها شكوك من هذا الموضوع فعلا فعلا ان شاء الله يتحقق يا رب لا هو كان اساس حسام كان معايا عند المحافظة تمام والناس اللي بيجري جدا يعني مش في منطقتنا بظبط معانا يا اساس حسام في المنطقة القدام بس هو فعلا الراجل مجتهد جدا وبياس عجمد جدا وحتى هو دايما بيقول لما يكون رايح مكان خدني معاك انا فاضي مستعد داخد من الناس هو مكانه هو بيسع عشان ده مكانه مكان اللي عايش فيه طبعا الناس المحترمين جدا طبعا انا بحيك يا اساس حسام اه فهو بس ما حضرش معايا موضوع الحي عشان كده هو بيسعلي يعني بتساءل هو الحي فعلا احنا اساس حسام معنا على الخط زي مولت قبل كده السؤال يا حاب ما سابتش حاجة اتكلمت يعني كتبت بعطيت لي بروشور كده انا امني فيه احتاجاتنا في الكهرباء الاضاءات احتاجاتنا في الشوارع الداخلية الشوارع اللي محتاجة فيها انا صرف انجازة دكتور خالق حقيقة جدا انا مصطوطة جدا كل ما بحس ان فيه انجاز وملناها يا اساس حسام وبعتناها قبل ما تبعتها هي للقاهرة بيوم وبعتتها للقاهرة وتم التصديق عليها وراجعت وعملت لجنة الخميس اللي فات اللي قابله ونزلت لجنة نهائية حضرتك واتصلت بقى احسان بي اتصلت بيهم قالوا ان احنا اضافنا حتة سماعة المهاجرين الجديدة اللي هي الارض اللي وراها يا اساس حسام المهاجرين الجديدة واضافه واضافه واتحمر ومنطقة حماس منطقة حماس ودكتور خالق منطقة حماس دكتور خالد دلوقتي دلوقتي احنا عارفين احنا دلوقتي عارفين واجه رسالة للكاميرا كده اه هو فضل احسان بي فضل دلوقتي احنا عارفين حضرتك ان فيه تطوير نازل وحياة كريمة وللنكان كله ومدينة جداد السيد الرئيس وكلام وطبعا الكلام معروف هو كان فيه هو حسان بي احسان بي كان احنا الاول كنا تبع صندوق العشويات تمام صندوق العشويات خلص انتهى الفلوس اللي فيه في تطوير محسن تمام الفلوس اللي فيه خلص كلها في تطوير عزبة محسن تمام اصبح رصيد سندوق العشويات صفر بدون استكمال كل كرة ريف المنتزى ومنطقتنا وجميع الكرة حضرتك حضرتك استاذ حسان وجميع الكرة المحتاجة تطوير هو حصل تطوير شامل في محسن في كل شيء احنا ان شاء الله هكون ان شاء الله هتطوير سيدة الرئيس حياة كريمة هكون طبعا هو الافضل ان شاء الله دكتور خالد طبعا احنا اتكلمنا عن تطوير العشوائيات وطبعا انا بقول يا رب يا رب ايريس ويا رب ارض دويدار ويا رب المنشية البحرية ويا رب يا رب يا رب كل كل عشوائيات اسكندرية يعني انا بقول اهو كل عشوائيات اسكندرية وكل عشوائيات مصر كلها استاذ احمد كان بكلمني ده من عزبة اسمها عزبة ناصر صالح ما هو انا تمانياتي لكل كل عشوائيات مصر اني انا مسمعش كلمة عشوائيات دي نهائي يعني انا ده بتمنى في المستقبل الحاج محمد عبدالعوف كان بيقول ان لما من الناس الخدومة جدا والناس الخدمية جدا اللي في الشيرة عمد الفيديو بتاع عزبة الشامي كان نضيف معايا من حلقاتي سبت المحافظ طبعا كان متفاجئ البس المباشر اللي انا عملته هو كان متفاجئ ان فيه مكان اسم الشامي نفيش عضوها مجل الشعب بتكلموا عن الشامي طبعا محدش وجههم انا زي ما قلت تمانياتي لكل مصر اني ماسمعش كلمة عشوائيات مايبقاش فيه سلبيات تبقى اكيد طبعا مش هيبقى كل عيشتنا كلها ايجابيات بس على اقل نحد من كل السلبيات نحب بعض يبقى عندنا حرص شديد على صحتنا من طبعا هنتطرق لموضوع سريعا سريعا يا دكتور خليد معلش عشان وقتنا سريعا هنتطرق لتطرق لما يجي نتكلم مع كلمة عشويات ايه سبب العشويات سبب ان احنا نمشيش تابع القانون ما هو بالزبط نتسر القانون ما هو انا بقول بقى نحب بعض قلبنا على قلب بعض نشوف الخطأ فين نشوف الصحفين مش هنمشي على طول قانون الكحول وقانون البنة على أرض زراعية بزبط نشوف ان مصر دي بتاعتنا وان الخطأ احنا اللي بنعمله وفي الآخر عائد علينا فاحنا نحاول نحد من أخطأنا انا كنت بعد الزاحدة كنت عايزة أسير كلمة واحدة بس اتفضل كنت كلمت الدكتورة امان شرف من الناس المحترمين عايزة تكلم في موضوع مهم بس ادي حاجة واحدة بس اتفضل بقول لها حضرتك الفلكة انتو داخلين بسم الله ومشاه الله سيد المحافظ عامل تطوير شامل في الفلك ماضية الفلكة تمام قلت لها الفلكة دي مسروقة ده أرضي مسروقة من أوقاف وهي تلوصلح الزراع فهي احنا ما همناش ميلي سارة همنا الناس العيشة بالزبط يعني انا بقول احنا بندور على الايجابيات مش السلبيات يا رب احنا اللي جاي يبقى كله ايجابيات دكتور خالد كوفيد ناينتين جائحة كورونا حضرتك دكتور سيدلي وليك باع جدا جدا طب يا دكتور خالد انا عايزة نصيحة للمواطنين ايه اللي ممكن يحد من 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 ان هم ياخدوا المرض ايه 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 او المناعة ايه الحاجات اللي ممكن الايجابيات وايه استلبيات عجالة كده نقدر نشرح حاجات كده ممكن حديك بقى ديني فرصة اتفضل 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 اتديك فرصة يعني كام 8 دقايق كام 8 دقايق خلاص نمرة واحد اتفضل عشان فيه ناس ياما بتقعد تتساءل بطول كوفيد ناينتين ده حاجة هناك من عند ربنا بيش حاجة ربنا عمر ما عمل حاجة غير كل خير طبعا ربنا بدينا كل حاجة كويز الخير من عند الله والشر من عندنا بدينا البطوان بدينا السمك من البحر طبعا ماشي البيروسات دي نس помощью لعنة لا 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 حاضرتك ده كلام بالفيديوهات ومسجل ومؤسق مخلقة في مصنع اسمه باستير ده فيديوهات في مدينة توهان الصينية مخلقة طيب ومخلقة من 2002 والمصر موجود من 2002 المصر الحقيقي البيستينو اللي نزل مصري ده البكسيني اللي نزل مصري البكسيني howicoise موجود من 2002 اشتبق desarhots وكان بسموها الجامرة الخبيثة وفيه علماء نزلوا فيديو عن كده وانا كنت تكلمت عن كده طب الوكسين لازل مصر يا دكتور تنصح بان الناس تتطعم وتاخد الفكسين انا بس حاول ايه يعني ايه كورونا الاول هو كورونا ده بسموه كورونا المستجد لانه اصلا كريسمه قبل كده انا عايزة النصايح عجالة وكانيشمه قبل كده للجامرة الخبيثة تمام فاسمو الكورونا المستجد يعني اول جامرة الخبيثة بقت كورونا المستجد وبعد تقولك ايه الكورونا المتحور طب اول حاجة اول سؤال ننصح الناس تاخد الفكسين ولا لأ اول حاجة لا يعني نصف الفكسين ده كبير عايزة احنا بقول نصيحة ناخده ولا ما ناخدوش لا حاليا ما ناخدوش بلاش رأيي انا شخصي يمكن رأيي طبعا ده ضد رأيي الحكومة طيب انا مش هتطرق لانه انا رأيي حاليا ما ناخدوش غير ممكن بتاع أسرازينيكا شركة أسرازينيكا انا دارس كله طبعا لما نجد تكلم علميا انا مش عايزين نتكلم ناخدو ولا ما ناخدوش طب ايه اللي ممكن يأوي المنيع بقى يا دكتور علميا كل اللي ما هو بيشتغل على الدينات الوراسية مسينجر ار اي اي بتاع فايزر بتاع سينوفارم بتاع كل اللي بيشتغل على الدينات الوراسية ما اخدوش طيب انا بس عايزة اسأل سؤال بتكلم سؤال علمي انا عشان بس مش عايزة اذكر اصلا عارف كذا دكتور دوقتي تفرج علي اوكي بس انا برضو انا برضو عايزة اصلا تجامعك برد تفرجوا علي فلنازم تكلم علمي بص اللي بتكلم بتاع أسرازينيكا اللي هو فيروس في حالة بص يا دكتور بيز مع مالش احنا سيبنا نتطرق لحاجات علمية احنا مش عايزين ندخل في حاجات علمية احنا الوقت عايزين نقول ايه اللي ممكن يقوي جهاز المناعة اولا مبدعيا احنا قلنا الفكسين يعني صعب جدا نحكم عليه دلوقتي لا انا عايزة حاجات قوي جهاز المناعة قولي على الهوى كده حاجات قوي جهاز المناعة احنا ممكن نعملها زي ما كل الناس شافت على اليوتوب وشافت طبعا زينك 50 ميلي جرام يوميا ايوة فيتامين جيم واحد جرام ده ده صريح من خلال مصر مساء طبعا اتفضل واحد جرام فيتامين جيم يوميا اه الاتنين دول موجودين في برشام يعني فيش ده على زيك الاسماء عشان الاسماء توجارية تمام اه وفيتامين دي نشتغل على الزينك وفيتامين سي اه وفيتامين دال برضو ناكل ايه ايه المواد اللي ممكن ناكلها تقوي لنا المناعة الخضرات باستمرار كتير جدا الخضرات كتير جدا والفواجه كتير جدا بذات اللي لازم عندهمش سكر تمام ايه اكتر فاكهة موجودة تخليني المناعة قوية التفاح طبعا الفاك التفاح الموز طبعا البرتقال عشان فيتامين سي تمام اليوسفان دي تمام بعض الناس بخاف الاملح الانجزالات دول دكتور خالد ينصح بلبس الكمامة داخل السيارات اه الكمامات دي طبعا يعني لما كون لوحدة دي في السيارات لا لها فويدة لما كون انا جالت وراء وحدة ست لبسة كمامة ومشغلة تكييف ده اقبل خطر عشان الفريو هي اهي اهدى اهدى لوحدها اه ولبسة كمامة ومشغلة تكييف يعني فيه فلورايت وفيه مش واخد اكسجين كويس انا انا اقعد لوحدة اربس كمامة ليه طب دي نصيحة برضو ان احنا منلبس الكمامة واحنا لوحدنا داخل السيارات طب انا اقعد مع اصورتي ومشغلين التكييف انا اقعد مع اصورتي اربس كمامة ليه اه طب انا اقعد ماشي بالليل في هواق طلق لا لو اكتر من حد جوه السيارة مش عارفهم ممكن يكون لا يا دكتور ما انا برضو عايزة اقول حاجة بليز لو انا معي اكتر من حد مثلا صحابي ممكن يكون حد حامل للفيروس وانا مش عارفة لا دي قلبس فانا قلبس لكن احنا بنحدد بنقول لو انا شخص الوحدي ومشغل التكييف بتاع العربية ومشغل التكييف بتاع العربية ومشغل كمامة على ايه على اكسوجين عشان كده انا بتكلم رئة لافيول اه بالزبط فانا عايز اكسوجين بالزبط فانا قلبس كمامة ده الوحدي لكن لو معي ناس في السيارة انا مش عارف ان هما حاملين المرض او لا قلبس كمامة لدخلي تدخلي بقى لو انا كمان مشغل التكييف ولابس كمامة بقى انا قفلت الكسوجين خاص بالزبط طب دكتور خالد انا عايزة فانا قلبسة طبعا في العماكن المزدحمة لازم اه طبعا في الامتحانات اللي جاية دي لازم قلبس كمامة لو عايز توجه رسالة لو اندرسة رجعت لازم قلبس كمامة طيب لو عايز توجه رسالة قوية شعب اسكندرية معك ثلاث دقايق اه قبل اختم البرنامج توجه رسالة قوية لشعب اسكندرية تقول له ايه والله ده ده رسائل ده انه لو اقع شعب اسكندرية بالذات يعني من غير ذكر اسماء بس رسالة قوية الزكاء التثقفه الجهل هو اساس تأخير كل شيء الجهل جهل الطبي الجهل بالشيء الجهل بالشيء عمتا طبعا العلم هو السوري هما بيقولوا عليها ان انا عود افتي في حاجة مش عارفها يعني العلم والتابع القوانين بتجيب بلاش يا جماعة نعود نفتي في حاجة مش عارفين اه ده دير احنا لازم عشان اقعد اتكلم اتكلم في اللي انا فهم وبس يعني ما جيش اقول لا البس الكمامة هنا لا الوع الكمامة هنا لا اخد الفكسين لا ما تاخدوش لا اعمل لازم يبقى عندنا وعي كافي بالاشياء قبل ما نذكرها قبل ما نتكلم فيها لازم نكون فهمين كويس انا حدوحاك معلش بيعش خلي الحلقة فيها ديحك شوية كده كومي دي اللي بل كومي دي في بداية الكورونا عامل في صيدالية عامل مش صيدالي عامل في صيدالية لا بنقح كحوتين سايب اساسة الجامعة وسايب كل الناس اللي المحترمين دول هون اللي بنصح في كورونا فاديية الفاتح بنفتي ما احنا بقى يا شعب مصر نبطل فاتح بلاش نتكلم كتير وبلاش نفتي كتير نشتغل اكتر ندي اكتر زي ما قلتلكم مصر بتاعتنا يا ريت يا ريت زي ما قلت نحبها عشان هي تحبنا وتدينا سيادة الرئيس بيبزل اقسم عنده عشان يطلع بينا بلاش احنا ننزل نحاول على قد ما نقدر ان احنا ندي طبعا انا يا ريت وقت البرنامج يسعني ان انا اخد اتصالات وان انا اتكلم في حاجات كتير جدا يا دكتور خالد الوقت معاك شايق جدا الحديث والاتصالات كتير جدا مش قادر اقولك كمل اتصالات علينا كتير جدا ربنا يحب فينا خلقه يا رب تمام انا بشكر في النهاية سيادة الرئيس على مجوداته الرائعة وعلى تطويره للعشوائيات طبعا سيادة المحافظ عندنا محافظ لا نوعو طبعا سيادة المحافظ محمد الشريف محمد الشريف انا بحيي من كل قلبي بحيي مهندسة جهام مسعود استاذ اسلام عبد الحميد كل الناس اللي خدمتنا دكتور خالد في نهاية البرنامج انا بشكرك تم معايا دكتور خالد عبدالطيب نورني جدا في مصر مساء تحياتي لكم انا كنت معكم اميرة مورسي برنامج مصر مساء السلام عليكم اشتركوا في القناة